ايه زيكم يا شباب عاملين ايه يا ربكم وكلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد مع تطبيق ام جيمر اللي بنحاول منه شدات للعبة باب جي موبايل وجواهر الفري فاير واقول لكم على الباقي النهاردة هنتكلم عن تحديث جيه لام جيمر جيت انليمتد فري دايموند زي ما انتم شايفين قدامك اهو جيت انليمتد فري دايموند جرب الحركات دي النهاردة يلا بينا ندوس مع بعض ونشوف العرض اللي هيجيلنا ايه هنا قدامنا الهدايا اللي بيديها لنا ام جيمر طبعا شدات للعبة باب جي موبايل اه في التحديث دا الحاد مية تمانية وتسعين شدة بستة وعشرين الف نقطة تمن تلاف وستمائة نقطة يديك تلاتة وستين اربعة تلاف تلتمية يديك اتنين وتلاتين تلاتاشر يوسي بالفين نقطة ودي فري فاير قدامنا تمن تلاف ومتين يديك مية وعشرة ماسة اه ستتاشر الف وخمسمائة يديك ميتين واحد وتلاتين ماسة اه وطبعا معنا موبايل ليجيند لوردس موبايل وايت بول بول طبعا الاسعار كلها موجودة اه انا طبعا كنت شفت تعليقات ومشاكل لكم اه في الكومنتات وكده وام جيمر نصاب وام جيمر مش عارفيه فيش الكلام ده يعني الكلام ده مش مزبوط بالمرة اه احنا طبعا شحنين من ام جيمر كتير جدا ومعنا اثبتات شحن بالهبل وهنجيبها دلوقتي من الاكاونت هستوري قلتلكم يا شباب وركزوا معايا ان اه رسالة زرق زي دي معناها انه رجعلك النقط تاني يعني هنا انا كنت باعد تلاتة وستين يوسي رجعلي النقط تاني رسالة زرق مفيهاش اي مشكلة خالص تلاتة وستين يوسي كنت محاولهم مجوش فرجعلي النقط بتاعتهم رسالة خضرة زي كده الشدات وصلتلي في الحساب خضرة زي كده وصلتلي في الحساب كل ده اخضر معنى كده ان كل ده وصللي في الحساب الناس القديمة معايا فاهمين الكلام ده كويس ولي بيستخدموا معايا تطبيق ام جيمر دي رسالة زرق معناها برضو ان الشدات اه ما وصلتش بس رجعلي النقط بتاعت الحساب بتاعي تاني تمام اه كل ده اخضر زي ما انتم شايفين الرسالة الوحيدة اللي تخاف منها دي دي برضو نقاط رجعتلي ودي نقاط رجعتلي امتى النقاط بترجع لما يكون في تحديث تحديث في الباكتج الباكتج مش موجود دلوقتي بيرجعلك النقاط بعدها بيوم او بيومين بيقولك الكونز بتاعتك رجعتلك ودي رسائل باللون الاخدر كل ده وصل وكل ده احنا شحناه واللي رجع رجع واللي احنا خدناه خدناه لو اخدتوا بالكم معظم الحاجات اللي وصلت هي نجحة ما فيهاش اي مشكلة خالص بنستخدمه من تسعة تاشر اربعة الفين وعشرين ومحاولين منه شداد بالهبل يعني انا على فكرة بستخدمه من قبل كده بس ده ده اخر تاريخ جابه طب المشكلة في ايه المشكلة ان يجيلك رسالة باللون الاحمر ما يجيلكش ولا ترانسيكشن سخسسفول باللون الاخدر ولا يجيلك كوين ريفوند طيب الرسالة اللي باللون الاحمر دي ايه سببها الرسالة اللي باللون الاحمر سببها ان حضرتك استخدمت حاجة من اللي الطبيق منعها طيب ايه الحاجات اللي الطبيق منعها هوريها لكم حالا اول حاجة منعها الطبيق متستخدمش الخدع vbn proxy multiple account يعني ايه الخدع اللي هي الحاجات اللي انت بتستخدمها في ناس بتستخدم حاجات للالعاب والكلام ده تديك نقط لوحدها وتفضل تعدلك في نقط وتدخلك والكلام ده دي تجيب لك بان في التطبيق وحتى لو ما خدتش بان في التطبيق بيبان له النقط دي مزيفة او النقط مش مظبوطة تيجي تشحن يقول لك لا يا حبيبي مش هتشحن حاجة النقط دي مش بتاعتك انت سرقها تاني حاجة ال VBN طبعا كلكم عارفين ال VBN لو فتحت VBN علشان تغير العروض برضو دي تعمل لك مشكلة في التطبيق اما بيحزرك من القائمة اللي انت شغل فيها لو انت شغل في مثلا في اي قائمة من دول اما بيحزرك في القائمة دي ولو خدت النقط بيعمل لك مشاكل في الشحن بعد كده والبروكسي طبعا كلنا عارفينه برضو وعمل زي ال VBN كده مالتيبول اكاونت ديفايس يعني ايه يعني ان انت تفتح اكتر من اكاونت اه في نفس التليفون بالناسخ وتفضل تنقل اكواد وتعمل وتسوي والكلام ده كله التطبيق برضو وبيقفشك والطبيق على فكرة زاكي جدا والطبيق انا مجربه زاكي جدا بيقفش ال VBN وبيقفش البروكسي وبيقفش الناسخ والكلام ده كله لو ما تقفشش اول مرة هتتقفش في المرة التانية وهتتقفش في التالتة وهيعمل لك حظر والنوع بتاعتك مش هتعرف تستفيد بيها وللعلم ان ام جيمر اه لو انت بعدت الاي دي مثلا يعني انا عندي اكاونت في لعب بابج موبايل تمام انا مثلا حولت عليه شداد ما ينفعش انزل ام جيمر تاني لو ام جيمر بتاعي ببنت ما ينفعش انزل ام جيمر تاني وحول منه شداد لنفس حسابي بتاع بابجي لازم احول لحساب اخر لو جيت تبعد هيقولك ان الحساب ده ابعت له من ام جيمر غيره ولازم تبعد من نفس الام جيمر ده فتاخدوا بالكم من النقط دي كويس جدا تمام اتفاني يا شباب دلوقتي مع بعض هنعمل اثبات سحب تاني للناس اللي بيقولوا نصاب معنا سبعتاشر الف نقطة ربعمائة سبعة وتسعين اقول لكم الى حاجة ممكن اعمل السيرفي ده لأ مش اقفل اعمل السيرفي كان فيه سيرفي في الصفحة الرئيسية بالفين ربعمائة يعني هيعملوا معي تسعتاشر الف اه عملنا مع بعض عرض بسرعة كده وخدنا منه تمنتاشر الف تمنمية يعني خدنا منه الف نقطة والف وشوية نقطة مش فاكر كان معايا كم متالي اول الفيديو اكيد شفته انا كان معايا كم بالزبط نخش نعمل عرض تاني خفيف بسرعة كده نجمع حبيت نقطة قدامكم اه مثلا عرض زي ده بيقول لي سطب البرنامج واشغلوا لمدة دقيقة يعني هتشغل هتحمل البرنامج ده من جوجل بلاي وبعد كده هتشغلوا لمدة دقيقة هحملوا معاكم وشغلوا لمدة دقيقة وارجع لكم كده انا خلاص نزلت العرض واجا لي الاشعار فوق اهو زي ما انتم شايفين يعني انا حملت التطبيق وشغلت ادي المية ستة وعشرين نقطة قدام معينيكم كل حاجة يا شباب الان تمام يا شباب اه دي من تمن دقيقة العرض التاني اللي انا عملته نروح نشوف النقاط اضافة او لا نرجع مع بعض كان معانا تمنتاشر الف وتمنمية بقى تمنتاشر الف وتسعمية معنى كده ايه؟ معنى كده ان العروض سهلة جدا وبسيطة بالزات العروض اللي عليها نقاط اه صغيرة تمام يا شباب؟ يعني التطبيق مفيوش اي تعقيد التطبيق سهل لو حبينا نزل لكم عروض زي كده انا طبعا التطبيق عندي في الخلفية والمستوى البطارية ضعيفة اه زي ما انتم شايفين التطبيق قدامكم اهو اللي انا نزلته شغلته بس المدة دية وجات للنقط طبعا تقدر من بروفايل تشوف النقط اللي جات لك هدل مية ستة وعشرين ودي الالف تلتمية تسعة وعشرين النقط كلها اه بتبقى بين قدامكم تمام يا شباب؟ اه يلا بينا نحاول شدات مع بعض هنا معانا تمنتاشر الف تسعة وعاتين وستين ممكن نحاول تلاتة وستين شدات دلوقتي ودي الاي دي بتاعه هم تسجل لان انا محاول منه قبل كده خمس ومية الف مرة وياريت الناس كلها اللي حصلت من ام جيمر شدات قبل كده يكتبوا في التعليقات عشان الناس اللي بتقول ده نصاب انتم اللي استخدمتوا حاجات مش مزبوطة مع التطبيق عشان كده هو ما بيشحل لكوش يلا مع بعض ندوس سابمت ركويست سابمت كده هيديني رسالة باللون البرتقاني دي معناها ايه ترانسكشن بيندنج معناها ان الشدات اه في الطريق هتوصل في الطريق لسه ما وصلتش طبعا بتوصل في خلال اه زي ما انتم شايفين كده في خلال تمانية واربعين ساعة تمام هي طبعا ممكن توصل لك اه بعد سبع ساعات بعد ست ساعات بعد ساعتين ممكن تقعد يوم ممكن تقعد في خلال تمانية واربعين ساعة لو ما راجعتش لو ما هتلاقش الشدات لازم يجي لك الرسالة الزرق ديت ولما انت ماشي مزبوط اول ما توصل لك هيجي لك باللون الاخضر ده معنا ان هجيت لك باللون الاخضر تفتح حساب بابجي موبايل في ثانية هتلاقي الشداب موجودة عندك ومفيش اي مشكلة خالص طبعا لو انت مش مشترك في القناة اشترك عندي ربط التحميل بتاعة التطبيق هسيبه لكم في الوصف ومعا الكود خدوا بالكم انتو لو دعيتوا اصدقائكم اا لاستخدام التطبيق بالكود بتاعكم زي ما انتو شايفين هتحصلوا متين نقطة زائد العشرة اا تيكتز من كل صديق ده غير ان انت هتاخد عشرة في المية من كل النقط اللي اصحابك هياخدوها لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس ما تلساش تعمل لي احلى لايك اشوفكم على خير طبعا نقطة خصمت لان انا المفروض ان انا حاولت اشداد شوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي